ونفتح الان ملف حوارنا الثاني هذا المساحة حيث اجر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم محادثات في الرياض مع الملك عبدالله الثاني عاهل الاردن مباحثات الطرفين تناولت الى جانب ملف العلاقات الثنائية الاوضاع الاقليمية وسبل التصدي لتنظيمات الارهابية في ظل الاجواء المتوترة التي تشهدها المنطقة ومساعي دول المنطقة الى تكثيف التنسيق لمواجهة المخاطر الامنية والازمات السياسية التي يشهدها الشرق الاوسط لبحث ملف التعاون الاردني الخليجي والسعودي تحديدا في محاربة الارهاب والتعامل مع بوأر التوتر الاقليمية ينضم الينا من الرياض الكاتب والباحث السياسي عبدالله الاعتبي اهلا بك سيد عبدالله الى سكاي نيوز عربية كيف يمكن تعزيز التعاون الامني بين البلدين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الارهاب والله الواضح لي بالنسبة لقمة هذا اليوم انها تأتي امتدادا لقضايا لقمم اخرى تأتي اتصالا لما تم خلال الاسبع الماضي هي ليست خاصة فقط بالبلدين ليست خاصة بما يشغل البلدين فقط في مسائل امنية لكن هي خاصة بما يشغل الدول المعتدلة في المنطقة يعني الاسبوع الماضي يلتقى الملك سلمان بعدد من زعمان منطقة واليوم يلتقى بالملك عبدالله والاسبوع الماضي كما نقعت الاخبار ايضا سيلتقي بالرئيس المصري عبدالتاح السيسي وسيلتقي ايضا بالرئيس التركي رجل طيب اردوغان انا اعتقد ان الملف الرئيسي لمباحثات اليوم هو الارهاب في المنطقة السبل المثلى لمحاربة داعش وايضا ما يعتبر دول منطقة ارهابا سواء كانوا داعش او حتى الحوثيين في اليمن فانا اعتقد انها تركزت بشكل رئيسي على محاربة الارهاب ودور كل دولة في هذا الامر تحديدا طيب شايني شكل التعاون الاردني الخليجي السعودي تحديدا في اي اطار يمكن ان يوضع فيما يتعلق بمكافحة الارهاب سيد عبدالله انا اعتقد من وجهة نظري انه يجب ان يوضع في الاطار الرئيسي لمحاربة الارهاب يعني ما يتضح لي من لقاءة الملك سلمان مع الزعماء العرب ان لدى السعودية مشروعا معين انطرحته على هؤلاء الزعماء خلال الفترة الماضية وستطرحه ايضا خلال الاسابيع المقبلة واعتقد انها ستعلن هذا المشروع قريبا لان طبيعة اصل العلاقات التي تمت مع هؤلاء الزعماء انا من وجهة نظري كانت هي لاطلاعهم على مشروع معين من نوع معين في محاربة الارهاب وتريد منهم مشاركة السعودية في هذا الجانب الاردن مثلا على سبيل المثال اظهرت استعدادا كبيرا للمشاركة في الحرب ضد داعش من خلال حديث السيسي عبد الفتاح السيسي قبل يومين ان الملك عبدالله الاردني عرض عليه ارسال قوات للمشاركة في حرب الارهاب طبعا راح تكون انا من وجهة نظري المصري لا يعتقد القوات طيب لكن سيد عبدالله هذا يبين ويظهر هذا يدفعني انا سألك قرب الاردن من بؤر التوتر في العراق وسوريا الى اي درجة يمثل خط حماية للمملكة العربية السعودية تحديدا قبل ان يكون خط حماية للمملكة العربية السعودية انا اعتقد ان الاردن موقع الاردن الجغرافي هو موقع خطر جدا بالنسبة للاردنيين وكانوا خلال الفترة الماضية خلال الاشهر الماضية يبتعدون قليلا يقدمون رجلا ويخرون رجلا في المشاركة في الحرب على داعش بشكل قوي لكن كان نتيجة الحلف القديم مع الدول المعتدلة ومع امريكا شاركوا بشكل يعني لا يبين جدية اردني في هذا الامر لكن بعد طريقة اعدام الطيار الاردني معادل كذاسبة والوحشية التي ارتكبت بها هذا صنع ارضية شعبية اردنية للمشاركة في هذا الامر انا اعتقد ان دور الاردن ودور الاردن الاستخباراتي بالذات في هذه المسألة دور كبير جدا يعني الاردن لا يعول عليه الحقيقة كثيرا في مسألة المشاركة العسكرية لكن عند الاردن استخبارات قوية جدا في منطقة الشرق الاوسط وقادرة على خلخلة البؤر الارهابية سواء الموجودة في العراق او موجودة في سوريا يتضح هذا الامر الحقيقة من ايضا دعوات الاردنيين لتدريب الجيش العراقي وتدريب ايضا بعض القوى من البشمركة الكردية يعني هذه مسألة استخباراتية اكثر منها مسألة عسكرية طيب يعني الدعم الاقتصادي الاردن هل هو مطروح في هذا اللقاء بين الملك سلمان والملك عبدالله وما سبل تجديده على ارض الواقع الدعم الدول الخليج او دعم السعودية تعديدا الاقتصادي الاردن هو دائما مطروح في كل القنوات السياسية وفي كل الاجتماعات السياسية يعني الاردن كما نعرف بلد يعاني منذ فترة طويلة نتيجة ظروف كثيرة يعني ليست بعضها خارج عن يد الاردنيين انفسهم وبعضها له علاقة ايضا بطبيعة النظام الاقتصادي في الاردن لكن الاردنيين الآن يستضيفون عدد كبير جدا يقدر بمئات الالوف من السوريين وهذا يسبب ضغط كبير على الاقتصاد الاردني وهم بحاجة دائما لمد يد العوم من الشقائي في المنطقة وأنا أعتقد وأؤمن تماما أن ابقاء الاردن واقفا وبالذات في المسألة الاقتصادية ليس فقط من أجل مصلحة الاردن لكنه أيضا من أجل دول المنطقة عموما الزيارة للملك الاردني تأتي بعد لقاءات وقمم خليجية عقدت في الرياض وأيضا بعد زيارة أردوغان ما الدور المطلوب من الرياض في رأيك سيد عبدالله للعب في هذا المشهد المتوتر؟ أنا الحقيقة مؤمن تماما أن صناعة حلف سياسي عسكري من دول المنطقة وعدم الاعتماد بشكل كل على أمريكا في هذه المسألة نعم أمريكا صديق وصديق قوي ودعم لهذه الجهود لكن أيضا أنا مؤمن تماما أن قيادة أمريكا للحلف المناوئ لداعش أو المناوئ الإرهاب خلال الأشهر الماضية أو خلال السنوات الماضية لم يثمر على الأرض يعني ليس هناك نجاحات موجودة على الأرض الآن تبين متانة هذا الحلف أنا أعتقد أن دول الخليج وعلى رأسيا السعودية ومثل ما ذكرت لك في بداية الكلام أن ربما يكون هناك مشروعا سعوديا يطرح على هذه الدول يتناسب مع طبيعة هذه العلاقات يعني لو كانت هذه علاقات تشاورية مثلا مع دول منطقة لاجتمعوا في مكان واحد ونوقش القضايا بشكل مشترك لكن أنا أعتقد السعودية تطرح مشروعا في هذا الأمر أنا أريد مثلا دول الخليج والدول العربية المعتدلة في المنطقة أن تعمل مثل ما عامل دول المجاورة مثلا لنيجيريا من خلال قمة نيامي التي عقدت في النيجر قبل أشفر الكاميرون شاد بنين النيجر يعني دعموا نيجيريا من خلال قوة عسكرية لمحاربة بوكو عرام يعني لكن فيه طبعا هناك فوارق ما بين المنطقتين في نيجيريا في أفريقيا لكل متفق على النظام في نيجيريا لكن هنا ليسوا متفقين على نظام بشار الأسد مثلا هناك دول المنطقة أيضا دول الجوار متفقة على محاربة بوكو عرام عندنا هنا في المنطقة هذه بعض الدول هناك تشككات في مواقفها مثل ما استمعنا قبل قليل لكلام الزملاء عن زيارة جوات ضريف إلى العراق يعني أنا من وجهة نظري أهم ما قال إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقي في هذه المسألة أنه يرفض تماما تدخل الدول في الشأن الداخل العراقي هذا يرسل رسالة لدول الجوار بعدم التدخل في حرب داعش يرسل رسالة أيضا بأن إيران فقط هي المسؤولة عن حرب الإرهاب في المنطقة طيب يعني تحدثت عن مشروع سعودي في رأيك ما هو شكل المشروع الذي يمكن أن يطرح على هذه الدول والذي يمكن أن يلقى ترحيبا خاصة وأن هناك اختلاف في رؤى هذه الدول من التعاطي مع بؤر التوتر في المنطقة صحيح يعني أنا مؤمن تماما أنه عندما يعمل حلف معين حلف عسكري ولو كان بقوة رمزية في المنطقة بغطاء سياسي عربي وعالمي أيضا يعني أنا أعرف تماما وأدرك تماما أن قطر لها بعض التحفظات على حرب داعش عسكري أو حرب الجماعات الإرهابية عسكرية من خلال تحفظها مثلا على ضرب البؤر الإرهابية في ليبيا أو حتى من خلال مقال الشيخ تميم في نيويورك تايمز قبل يومين يعني عندما رفض تماما استخدام القوة العسكرية وقال أن حرب الإرهاب يفترض أن تكون حربا سياسية وثقافية وعلى مدى طويل لكن هناك أيضا يمكن تكوين حلف معين من دول معينة الآن الإمارات مثلا العربية المتحدة تضرب مواقع الإرهاب في داعش البحرين كذلك السعودية كذلك مصر كذلك والأردن أيضا بشكل رئيسي أنا أعتقد أن خلق حلف من هذا النوع حلف عسكري يكون موازيا لأمريكا يكون موازيا للحلف الأمريكي ولا يأتمر بأمره نعم أمريكا دائمة لهذا الحلف لكن لا يجب أن نذهب بعيدا خلف أمريكا في هذا الأمر لأسباب عديدة منها أيضا أن الأمريكان يجهلون ثقافة المنطقة هنا يعني لا يعرفون مثلا الخطر الحوثي على البنية الاجتماعية اليمنية ولا على دول المنطقة شكرا جزيلا لك سيد عبدالله الاعتباء الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من الرياض شكرا جزيلا لك